اهلا بكم مشاهدين الكرام إلى نشرة الإخبارية المحلية من قناة عدن الفضائية وجه محافظ محافظة حضر موت مبخوت مبارك بن ماضي بتجهيز منتخبنا الوطني للناشئين لكرة القدم المعسكر حاليا في المكلة تمهيدا للمشاركة في منافسات بطولة غرب أسيا للناشئين العاشرة التي ستقام في سلطنة عمان خلال الفترة من العاشر وحتى العشرين من ديسمبر القادم وقد المحافظ خلال لقائه بعثة المنتخب بالجهاز الفني واللاعبين أن حضر موت تقبل وترحب بالجميع مشيرا إلى أن الرياضة والفن أبلغ رسائل السلام موجها بتوفير مقومات الأعداد الجيد لمعسكر المنتخب وتوفير المستلزمات والاحتياجات الفنية والغذائية للمنتخب وسائل نقله من مدينة المكلة إلى سلطنة عمان من جانبهم عبر قيادة منتخبنا الوطني للناشئين والجهاز الفني واللاعبون عن شكرهم لمحافظ حضر موت لدعمه واهتمامه بالمنتخب وحرصه على إنجاح مهمته الوطنية اطلع محافظ محافظة حضر موت مبخوت مبارك بن ماضي على نتائج مشاركة مؤسسة حضر موت لمكافحة السرطان في الملتقى العربي الثاني لمكافحة التبغى الذي نعقد في القاهرة وتعرف المحافظ خلال لقائه المدير التنفيذي للمؤسسة دكتور وليد البطاطي على مخرجات الملتقى وتوصياته إلى جانب جهود المؤسسة في افتتاح وحدة لعطاء الكيماوي بمديرية الديس الشرقية لتخفيف اللعباء على مرضى السرطان بالمديريات الشرقية واشهد المحافظ بالمساهمات العلاجية والتوعوية التي تنفذها مؤسسة حضر موت لمكافحة السرطان في المحافظة ومن المحافظات الأخرى ناقش محافظ محافظة حضر موت مع رئيس اتحاد المعاقين بحضر موت محمد عمر طاية أوضاع جمعيات المعاقين واحتياجات أعضائها وتطرق اللقاء إلى جانب جوانب دعم جمعيات المعاقين وسبل ارتقاء بها والاهتمام بجوانب التدريب والتأهيل ومواصلة التعليم وإبراز مواهب شريحة المعاقين في مختلف المجالات ناقش محافظ محافظة حضر موت مبخوت مبارك بن ماضي مع رئيس مركز حضر موت للدراسات التاريخية والتوثيق والنشر بالمكلة عبدالله الجاعدي ونائب رئيس المركز مدير دائرة الإعلام والثقافة عبدالقادر بعيسة تصورات إقامة مهرجان مرء القيس الثقافي بالهجرين الفين واربع وعشرين والفعاليات المصاحبة للمهرجان ومنها إقامة منافسات للشعراء الشباب وندوات ثقافية ومسابقات في القصة القصيرة إلى جانب اعتماد برنامج تلفزيون حواري بعنوان فضاءات حضر مية للتعريف بتاريخ حضر موت وموروثها الثقافي وأقر المحافظ اعتماد فعاليات المهرجان مؤكد أن اهتمام السلطة المحلية بالجانب الثقافي لإثراء المشهد الثقافي وإبراز مواهب الشباب والتعريف بتأديخ وارتي حضر موت التقى محافظ محافظة المهر محمد علي ياسر مدراء مكاتب التربية والتعليم بمديريات المحافظة وبعض مدراء مدارس المدريات لاستماعي لاحتياجاتهم ومطالبهم وخلال اللقاء جدد المحافظ دعم السلطة المحلية لمكتب التربية والتعليم بما يساهم في استقرار العملية التعليمية وتوفير بيئة ملائمة للمعلمين والطلاب حسب الإمكانات المتاحة مؤكدا أن المعلم يوثل حجر الزاوية في التنمية والبناء والتطور موجها مكتب الخدمة المدنية والمالية التسريع في الإجراءات وسرعة صرف رواتب المعلمين وحوافزهم وانتظامها كما وجه مكتب التربية والتعليم ضرورة معالجة كافة الإشكالات التي أدت إلى تأخير رفع كشفات مستحقات المعلمين وإنجازها لصرف الحوافز المتأخرة على وجه السرعة من جهته قدم الأمين العام للمجلس المحلي سالم نيمر شرحا حول الإشكالات التي تسببت في تأخير صرف رواتب وحوافز المعلمين خلال الفترة الماضية مؤكد أن اهتمام السلطة المحلية بصرفها في الوقت المحدد التقى محافظ محافظة المهرى محمد علي ياسر ممثل منظمة الأمم المتحدة لخدمات المشاريع اليوم بيس في المحافظات الشرقية أحمد الميسري واستعرض اللقاء الذي حضره الأمين العام للمجلس المحلي سالم نيمر ووكيل المحافظة للشؤون الفنية عوض قويزان ومدير عام مكتب التخطيط والتعاون الدولي علي بن محيسن ومدير عام الشؤون المالية والإدارية عذنان بادينار استعرض أبرز احتياجات المحافظة ذات الأولوية خاصة بعد تعرض المحافظة لأعصار تيج في أكتوبر المنصر حيث استعرض المحافظة جانب من الأضرار والخسائر الناجمة عن الأعصار والتي تستدعي تدخل عاجل من قبل الحكومة وكافة المرضمات الدولية معاقدا استعداده لتدليل الصعوبات وتقديم كافة التسهيلات اللازمة بما يمكن برنامج اليوم بيس من تنفيذ مشاريعها وتدخلاتها واستمرارية عملها مثمنا جهود البرنامج واهتمامها بمحافظة المهرة من خلال ما قدمه من مشاريع في قطاعات الطاقة والصحة وغيرها وضع أمين وعامل المجلس المحلي بالعصمة المؤقتة عدن بدر معاون ومعه مدير عام مدرية البريقة صلاح الشوبجي حجر الأساس لمشروع بناء مجمع صحي بمنطقة صلاح الدين في المديرية وأشهد معاون بجهود قيادة السلطة المحلية بمدرية البريقة في التوجه لإنشاء مجمع صحي بمنطقة صلاح الدين بعد سنوات طويلة من الحرمان لمثل تلك المشاريع الخدمية من جانبه أوضح مدير عام مدرية البريقة الشوبجي أن المشروع يأتي ضمن حزمة من المشاريع الخدمية والتنموية الجاري تنفيذها في المديرية بهدف تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بدوره أكد مدير عام مكتب الصحة بعدنا الدكتور أحمد البيش يهمية تنفيذ المشروع في تقديم الخدمات الطبية والعلاجية لأهالي منطقة صلاح الدين والمناطق المجاورة دشنت قيادة محور تاعز فعاليات مؤتمر القادة السنوي التحليلي للعام التدريبي 2023 تحت شعار التدريب النوعي طريق الجندي للوصول للمهارة والاحتراف وفي افتتاح المؤتمر الذي حضره وكيل المحافظة للشؤون المالية والإدارية والموارد المالية خالد عبدالجليل وقيادات عسكرية وأمنية ومدنية وحزبية هاب وكيل المحافظة للشؤون الدفاع والأمن اللواء عبدالكريم الصبري بمنتسب القوات المسلحة باللقظة والجاهزية في مختلف الظروف مشيدا بالنجاحات التي اجترحتها القوات المسلحة في التصدي للميليشيات الإنقلابية وإفشال مخططاتها داعيا المشاركين في المؤتمر لا تقييم ما تحقق في العام المنصر والعمل على تعزيز الإيجابيات وتلاف السلبيات من جانبه أشار رئيس أركان المحور اللواء عبدالعزيز المجيدي لأن المؤتمر سيقف على مجمل الأوضاع والمواضيع القتالية والتدريبية وتقييم الأداء القتالي والتدريبي وتعزيز الروح المعنوية للقوات المسلحة هذا وقد تخلل الافتتاح عرض فيلم وثائق عن المحور وإنجازاته على مختلف الأسعادات القتالية والتدريبية ينعقد المؤتمر السنوي التحليلي للقادة للعام التدريبي 2023 أولا كتقليد عسكري راسخ لدى المؤسسة العسكرية في نهاية كل عام تدريبي تقف المؤسسة على الإيجابيات والسلبيات لتلاشي القصور والناقص ولمواقهة التحديات والصعوبات ووضع المقترحات اللازمة احتضنت محافظة مأرب فعالية المؤتمر البحثي الثاني لدراسة العلاقات اليمنية الصينية الذي نظمته أكاديمية الجواد العربي وكلية صرح مأرب بشراكته مع السفارة الصينية تحت عنوان دور الصين في بناء السلام في اليمن وآفاق صناحة التنمية المشتركة وفي المؤتمر الذي استمر يومين نكد وكيل محافظة مأرب الدكتور عبد الرب مفتاح على الأهمية التاريخية للعلاقات اليمنية الصينية في الماضي والحاضر مثمنا دور جمهورية الصين الشعبية في مساعدة اليمنيين والسعي لتحقيق السلام الشامل والمستدام من جانبه أشهد القائم بأعمال سفارة الجمهورية الصين الشعبية لدى بلادنا شاوتشينغ في كلبة عبر الاتصال المرئي بمتانات العلاقات الصينية اليمنية مؤكدا موقف بلاده الثابت في دعم أمن واستقرار اليمن ووحدته وسلامة أراضيه ودعم الشرعية ومساندتها للوصول إلى حل شامل وسلام دائم دشنا وكيل محافظة حضر موت لشؤون مديريات الوادي والصحراء عامر العامري ومعه مدير عام مكتب الصحة والسكان الدكتور هاني العمودي السلام خمسين سريرا طبيا ذاتي الحركة للرقود مقدمة من مرضمة بيور هاند للمستشفى التخصصي لأمراض وجراحة القلب بمدينة السيئون وفي التسليم أشاد العامري بالدعم الذي تقدمه منظمة بيور هاند للقطاع الصحي بحضر موت ودعمها لمستشفى أمراض القلب التخصصي من جانبه أشاد مدير عام مكتب الصحة بوادي حضر موت بالجهود المبذولة لتحسين الرعاية الصحية مؤكدا أن الأسر الحديثة ستسلم في تعزيز جودة الرعاية الصحية المقدمة لمرضى القلب نحن طبعا أن في طور التجهيزات والتشطيبات للمستشفى معنا الجزء العيادة تقريبا شبه جاز من ناحية التشطيبات لكن للأسف لازالت بعض الأقسام خصوصا عناية والأقسام اللي تحتاج لها هذه الأسرة اللي هو قسم الرقود لا زال غير تشطيب وبالتالي نحن نتطلع لدعم آخر من مؤسسة بيورهاندس ومن شريكها فاق أنهم أيضا يساعدون نحن أكثر في أمور التشطيبات وأمور تجهيزات أخرى كلنا أمل طبعا بالإضافة إلى ما نتمنى من السلطة المحلية أيضا بالتجهيزات نتمنى أن العمل يمشي بوتيرة سريعة بجهود السلطة المحلية وجهود المنظمات من ضمنها بيورهاندس ونتمنى أن المستشفى يفتح سريع ويقدم خدماته للمرضى إن شاء الله أقامت السلطة المحلية بمديرية ردفان بمحافظة لحج لقاء تشاوريا تحت شعار ردفان مسؤوليتنا جميعا بهدف تعزيز التعاون والتكاتف الاجتماعي لخدمة مصالح المديرية ومواجهة التحديات التي تزعزع الاستقرار المجتمعي وأكد مدير عام المديرية فضل القطيبي أن اللقاء يأتي ضمن توجيهات قيادة السلطة المحلية لتعزيز النسيج الاجتماعي وتفعيل جهود التصدي لكل محاولات زعزعة الأمن والسلم الاجتماعي بالمديرية وخلال اللقاء قرى طرح عدد من المقترحات منها تشكيل لجنة مجتمعية تكون عاملا مساهما إلى جانب الجهات المسؤولة والعمل على حل قضايا المواطنين ومتابعة تحسين الخدمات في احتفالية تكريمية بمناسبة الذكرى الثامن والعشرين لافتتاح المعهد الوطني للتقنيين والمدربين بالعاصمة المؤقتة عدن كرم المعهد عدد من الكوادر التربوية الفنية والمهنية في احتفالية تكريمية بمناسبة الذكرى الثامن والعشرين لافتتاح المعهد الوطني للتقنيين والمدربين بالعاصمة المؤقتة عدن والتي تتزامن مع الاحتفالية الوطنية بمناسبة العيد السادس والخمسين لعيد الاستقلال الثلاثين من نوفمبر المقيد كرم المعهد اليوم واربعين كادرا تربويا أعمل في أداء الخدمة التربوية الفنية والمهنية في المعهد على مدار ثمانية وعشرين عاما وفي الاحتفالية التي حضرها مدير عام مكتب التعليم الفني والتدريب المهني بعد محمد سالم الشكلية ومدير عام مديرية الدار سعد رئيس المجلس المحلي بالمديرية أبو دناق الحالمي أكد مدير عام مكتب التعليم الفني والتدريب المهني بعد محمد سالم الشكلية على أهمية هذا التكريم لتلك القهود التي بذلت في تأهيل وتدريب وتخريق عدد كبير من طلاب طالبات المعهد في المقالات التخصصية التقنية والفنية نعم القاهدين قيادة وكوادر التعليم الفني بعدل على التنمية والرياضة في تدريب التاهيل وربط سوء العمل بكوادر فنية متخصة وبكفاءة عالية وسوف نقوم ضمن هذا الاحتفال عادة افتاح وركز تدريب المدربين تحت العاية وتمويل معالي وزير الدولة وحافظ المحافظة رئيس القيس المحلي الأستاذ أحمد حامد الأبلس والذي يأتي بإطار حرص مكتب التعليم الفني على نهضة المعاهد التقنية والمهنية والتحليل بها في مصاف الحداثة من قانبه أكد أيضا عميد المعهد المهندس ماهر بديا على أهمية التكريم لهذه النخبة ممن عملوا كمدرسين وعمداء وأدوا رسالتهم العلمية والتربوية خلال الفترة الماضية طبعا المعهد في كل فرصة من الفرصة هذه نقوم نحن في فترة التأسيس هذه أو في المدة التي يكون في بيت أسيس أو الافتتاح للمعهد نقوم بقليل نذكر بعض من الفضائل أو بعض من القهود التي بدلوها هذه المدرسين والتي طبعا خرقوا على التقاعد في جزء منهم لازال في الخدمة ونوع من التحفيز لهم ونوع من الاتفاة لهم بحيث أن تبقى الأمور في التمييز الموجود عقب ذلك قام مدير عام مكتب التعليم الفني والتدريب المهني ومدير عام مديرية دار سعد وأميد المعهد بتوزيع الشهادات التقديرية والهدايا الرمزية للمكرمين اليوم كنا سعادة جدا بحضوركم وحضور جميع الضيوف بمناسبة افتتاح المعهد وتأسيسه في 26 نوفمبر وكان لنا الشرف في استقبالها الضيوف وكل من شاركنا هذه الفرحة المناسبة طبعا كانت استغليناها في تكريم المتقاعدين لهذا العام والأعوام التي سبقت بعد رحلة عناء ومثابرة وقهد لهم في ظل الظروف هذه فحاولنا نعطيهم شوية ولو من الاعتزاز والشكر والتقدير بعدها قام مدير عام مكتب التعليم الفني والتدريب المهني بعدا ومدير عام المديرية بافتتاح مركز تدريب المتدربين والذي تم ععادة تأهيله بقاعاته المخصصة والمجهزة للتدريب النوعي في شتى المقالات التخصصية الفنية والتقنية حضرت تكريم الافتتاح مستشار وزارة التعليم الفني وتدريب المهني المهندس عصام عبدالي ومستشار محافظ محافظة عدن لشؤون التعليم الفني وتدريب المهني الأستاذ كتبي أمر كتبي ورئيسة مؤسسة عطايا التنموية المهندسة تسهيد عاصم وعدد كبير من المعلمين والمدربين والطلاب في المعهد الوطني للتقنين والمدربين محمد الصوفي قناة عدن الفضائية العاصمة المؤقتة عدن ناقش مدير عام مكتب الضرائب بمحافظة أبين نبيل حمصان نشاط فرع مكتب الضرائب بمديرية زنجبار ودوره في تحصيل إرادات ضريبية وفي الاجتماع الذي ضم نائب مدير عام مكتب الضرائب لشؤون فروع المدريات محمود السيد ومدير مكتب الضرائب بزنجبار محمد قراميز أكد حمصان سعي محافظة أبين وقيادة مصلحة الضرائب لتعزيز عمل الجهات الضريبية والقيام بدورها لا سيما في ظل التحديات التي تمر بها البلاد مؤشيدا بدور نائب مدير مكتب الضرائب لشؤون الفروع وجهود تعزيز خطوات التطوير لأداء العمل الضريبي في كافة فروع المديريات تفقد مدير عام مكتب التعليم الفني والتدريب المهني بمحافظة أبيان مهدي الجحيني ومعه مدير إدارة المناهج والتعليم المستمر بمكتب التعليم الفني بأبيان نسري مهدي تفقد سير العملية التعليمية بمعاهد أبيان والتي تأتي ضمن برنامج خطة المكتب لعام 2023 واستمع من عميد المعهد التقني الزرائي بجعار مبارك بارعيدة لشرحين عن سير العملية التعليمية مستعرضا عن الصعوبات التي تواجه المعهد وأبرزها بلوغ عدد من المعلمين والمعلمات وإداري المعهد لأحد اللاجلين مشيدين بجهود الإدارة والمعلمين والمعلمات في استقرار العملية التعليمية ونجاحها ناقش مكتب التربية والتعليم بسحل حضر موت الخطة الخاصة في عملية البدء في مشروع عادة تأهيل عدد من مدارس مديرية المكلة ضمن تدخلات منظمة اليونسيف وبتمويل من البنك الدولي وفي الاجتماع أكد مدير المكتب من معباد أهمية المشروع الذي سيسهم في معالجات الكثير من الإشكالات التي تقف أمام سير الدراسة في عدد من المدارس في مديرية المكلة موشيدا بجهود المتخصصين في شعبة المشاريع ومكتب الأشغال في عملية التباحث لوضع الدراسات والتصاميم الفنية للمدارس المستهدفة للمشروع والوصول للمرحلة النهائية للتنفيذ مشددا على اختيار المقاولين الأكثر كفاءة وقدرة على الإنجاز وجودة التنفيذ بحسب المواصفات والمقاييس الفنية عقد مكتب التربية والتعليم في ساحل حضر موت اجتماعا لمناقشة إقامة البطولة الثانية لمسابقة الروبورت والذكاء الاصطناعي وخلال الاجتماع الذي ضم أعضى اللجنة التحذرية أوضح مدير المكتب من معباد الحرص على استمرارية مثل هذه الفعاليات التي تكشف عن شغف الطلاب والطالبات في مجال التقنية الرقمية في مدارس التعليم مضيفا أن التفاعل الكبير من قبل إدارات التربوية والمدرسية تظهر نماذج مبتكرة لتنافس في بطولات وطنية وخارجية موثنيا على جهود الجميع في مواصلة الإعداد والتحضير الجيدين للبطولة التي ستنظم خلال شهر فبراير من العام المقبل نظمها تحالف نساء الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني كلنا معك ندوى توعوية بمنسبة اليوم العالمي لمنهضة العنف ضد المرأة وشهدت الندوى تقديم عدد من الأوراق السياسية شملت المشاركة السياسية للمرأة بين الواقع والمأمول والأدوار السياسية التي أدتها المرأة منذ القدم وارتباط اليمن وتاريخه بحضور ومشاركة فاعلة حقيقية للمرأة اليمنية وتحليل الإطار الفكري للعمل السياسي للمرأة وحقوق المرأة في الدستوري والقوانين الوطنية السياسات العامة التشريعية المتعلقة بالنساء وأهم القوانين في جميع المجالات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية وغيرها بمشاركة عشرين متدربة اختتمت المنطقة الإنسانية للمرأة والطفل بمحافظة مأرب الدورة التدريبية في مجال الصيانة وبرمجية الجوال للنساء بتمويل من مؤسسة صلاة للتنمية التفاصيل في التقرير التالي اختتمت المنطقة الإنسانية للمرأة والطفل برنامج المهال الحرفية لتبكين الفتيات في برمجة وصيانة الجوال بتمويل من مؤسسة صلاة للتنمية بمشاركة عشرين متدربة محمد بن قروان مدير صندوق مهنتي في مؤسسة صلاة وفاطم محمد مدير المنطقة الإنسانية المرأة والطفل وخولاء الخميسية مشاركة في الدورة اكدوا اهمية تدريب والتأهيل للنساء والفتيات تم تنفيذ برنامج مهنتي للفتيات صيانة وبرمجة الجوالات يأتي هذا البرنامج لتأهيل الفتاة لتمكينها من العمل على الأجهزة الاكترونية حفاظا على خصوصية النساء وكذلك تأهيلنا لسوق العمل نقوم اليوم باختتام دورة وبرمجة صيانة الجوالات للنساء المول من مؤسسة صلاة للتنمية التي قمنا بإخراج عشرين متدربة وتكريم منهن أربع متدربات التي حصلنا على الترتيب الأول والثاني والبقية تسليم شهائي التكريم لاختتام هذا البرنامج الرائع الذي من خلاله ستخرج هذه المتدربات إلى سوق العمل من أهم مخرجات دورتنا أننا الحمد لله بدأنا نصلح تلفونات لنساء في البيت ونحافظ على سرية الصورهم والرسائل يؤمنين تطرح تلفونا ويواتقيني تطرحتها في يد أمينة هذا وكان دكتور خد الشيقينية نعم مدير الوحلة التنفيذية وعبد الوهاب نصر ومدير شبكة النماء اليمنية أكد في حفظ اختتام على أهمية هذا البرنامج النوعية الذي يلبي إحتياجات السوق المحلي لليدي العاملة من الكوادر النسائية في مجال صيانة برمجة الجوال تدريب وتأهيل النساء والفتيات في المجالات الخصوصية والنوعية يمثل أهمية كبيرة لتفعيل دورها في المجتمع والمشاركة الفعلة في البناء والتنمية لقناة عدن الفضائية محمد القداسي محافظة مارب أقامت كلية العلوم الإدارية بجامعتها عدن حفلة خروج الدفعة السابعة والأربعين إدارة أعمال التي حملت اسم مدراء المستقبل للعام 2023 وفي الحفل الذي حضره نائب عميد الكلية كلية العلوم الإدارية الدكتور تفيق بارحمة وعدد من الشخصيات الأمنية والعسكرية والاجتماعية ولقيت عدد من الكلمات التي عبرت عن أهمية ما تقوم به جامعة عدن من رفض قطاعات المجتمع المختلفة ودفعات الخرجين التي تلبي من خلالها طلبات السوق المحلية والخارجية رياضيا توجى نادي المنصورة بطلا لبطولة اليوم العالمي للطفل لكرة الطائرة الذي نظمته وزارة الشباب والرياضة ومنظمته رعاية بتمويل من الاتحاد الأوروبي وبالتنسيق مع اتحاد الكرة كرة الطائرة في العاصمة المؤقتة عدم بمشاركة أندية الشعلة والميناء والتلال والمنصورة لفئة الأولمبي وجاء تتويج نادي المنصورة بالعلامة الكاملة بأربعة انتصارات فيما جاء بالمركز الثاني نادي الميناء عقف فوزه على نادي الشعلة الذي جاء ثالثا بنتيجة ثلاثة أشواط نظيفة تغلب فريق محور أبيان على فريق القوات البحرية والدفاع السحلي في المبارة التي جرت على ملعب نادي شمسان لكرة الطائرة ضمن دور القوات المسلحة لكرة الطائرة حيث تمكن فريق محور أبيان من الفوز على فريق الدفاع الساحلي بشوطين نظيفين ولمتابعة للمزيد من الأخبار يمكنكم زيارة صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر وانستجرام وتليجرام وكذلك قناتنا على اليوتيوب أنتم والوطن بخير في أمان الله اشتركوا في القناة